حلبة البحرين الدولية حلبة البحرين الدولية بنظام تقنية ثلاثية الأبعاد حلبة البحرين الدولية المعلم الرياضي الأهم في المملكة ذك الذي يستضيفه في كل عام جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورميلوان يلقى اهتماما محليا وعالميا كبيرا لما يلعبه من دور محوري هام كتب اسم المملكة على خارطة السياحة العالمية هذه الحلبة التي وضعت اسم البحرين في مقدمة دول العالم في مجال السيارات بدأ بناؤها في السابع من شهر نوفمبر عام 2002 واستمر لغاية الخامس من مارس عام 2004 وتم الانتهاء من البناء بعد 16 شهرا من العمل المتواصل وبواقع 485 يوما وهو رقم قياسي في عالم السيارات حلبة البحرين تقع جنوب غرب المملكة وفي منطقة الاصخير تحديدا صممت من قبل الألمان هيرمان تيلكي بمساحة تبلغ مليون وسبعمائة ألف متر مربع وبقيمة بلغت 150 مليون دولار أمريكية تتميز عن غيرها من المضامير كونها تضم خمسة مسارات مستقلة عن بعضها صممت بطريقة عصرية إذ تحتوي على ستة أنواع مختلفة من الأشكال لا سيما في طولها وانحناءاتها حيث يصل عدل المنعطفات فيها إلى نحو 12 منعطفا رئيسيا وبمسار يبلغ 5 كيلو مترات و 417 مترا فضلا عن الأماكن المخصصة لأقسام الصيانة داخلها ما سمح لها باستضافة عدة سباقات متنوعة طوال العالم جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورميلوان هذا العام وكعادتها يجتمع في منافساتها أبرز الفرق العالمية ويتسابقون عبر سيارات صنعت بشكل دقيق وفريد تلك التي جذبت الملايين من المشجعين من شتى دول العالم سواء على أرض الميدان أو خلف الشاشات ليستمتعوا بسباق مليء بأجواء الشغف والمتعة والإثارة حلبة البحرين الدولية أخذ بعين الاعتبار أثناء تشييدها الإقبال الكبير الذي سيشهده ميدانها فيتتسع لستين ألف مشاهد يتمتعون بمتابعة فرقهم وتشجيع أبطالهم فيها حيث يقبل عشرات الآلاث من الجماهير في كل عام ليس لسباق وحده فحسب بل حتى لزيارة الفعاليات المصاحبة لهذه الحلبة تلك التي تثري أيام السباق بطابعها الترفيهي وطابعها العائلي حلبة البحرين الدولية تضم أيضا برج رسخير هذا البرج الذي أعطى للحداثة لونا آخر يعد من العلامات البارزة في المملكة ويضم تسعة طوابق مخصصة لضيوف المملكة وطابقا لتقنية المعلومات الخاصة بهذا السباق إضافة إلى العديد من الصالات الرائعة تطل على السباق برؤية وزوايا تؤمن مشاهد بانورامية لأرجاء الحلبة كافة سباق الفورميلوان بات ذا أهمية بالغة للترويج للقطاع السياحي والاقتصادي بالمملكة ومنصة إعلامية تركزت الأضواء عليها حتى أصبحت محط أنظار لأقطار العالم أجمع